البحث عن السعادة وراحة البال هو ما يشغل الإنسان في معظم الأوقات ومع عامين من جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق وتكرر وقلق مستمر من هذا الفيروس تبدو الكآبة وجها مسيطرا على الناس وعلى الدراسات العلمية التي تحدثت عن ارتفاع مستوى الكآبة بين البشر بسبب كوفيد ولأن الكآبة مرض بحد ذاته كان لابد من إيجاد المزيد من المراح والسعادة الكاملة في تصرفات الإنسان نفسه الأمر الذي لخصته الكاتبة والباحثة الأمريكية كاثرين برايس بكتابها قوة المرح نتابع تفاصيله في هذا التقرير وبعدها نناقشها يبدو أننا مدعون اليوم أكثر من أي وقت مضى للتدعاء لحظات السعادة والمرح وعيشها بكامل تفاصيلها فمع انتشار الأخبار الأخيرة حول جائحة كورونا والتي أثارت خلق وخوف الناس مجددا يظهر المرح كوسيلة هاملة لاكتشاف أننا ما زلنا على قيد الحياة نعيش تفاصيلها الجميلة خطوات تدعو لها الكاتبة الأمريكية كاثرين برايس في كتابها قوة المرح تقول إنها وصفة ناجعة لأجل تجاوز كآبة الجائحة والاستمتاع بالحياة وتعتبر أن من أهمها التواصل وفعل ما نحب لأن ذلك سيجعلنا في حالة مزاجية أفضل ويزيد من شعورنا بالرضا تحذر كاثرين من المرح الزائح ذلك الذي يكمن في أمشطة يفعلها الإنسان عند شعوره بالفراغ مثل مشاهدة التلفزيون بكثرة أو متابعة مواقع التواصل مؤكدة أنه يجب أن نسعى لساعات مرح حقيقية الساعات نقضيها مع من نحب لفعلي ما نحب لصباح العربية سوها جميل عمي